مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية دراكولا للكاتب الايرلندي برام ستوكر والتي نشرها عام 1897 سافر جوناثان هاركر المحامل انجليزي الشاب إلى قلعة دراكولا في دولة ترانسلفانيا بأوروبا الشرقية لابرام سفقة عقارية مع احد النبلاء يدعى الكونت دراكولا وبينما كان يشق طريقه عبر الريف الخلاب حذره الفلاحون المحليون واعطوه الصلبان وغيرها من التعاويذ ضد الشر بينما كانوا يتمتمون كلمات غريبة ترجمها هاركر لاحقا إلى مصاص الدماء رغم خوفه ركب هاركر عربة الكونت التي كانت تنتظره الرحلة إلى القلعة كانت مروعة وكادت الذئاب الغاضبة تهاجم العربة على طول الطريق عند وصوله إلى القلعة القديمة المنهارة وجد هاركر أن الرجل العجوزة الكونت دراكولا رجل مثقف ومضياف بعد أيام قليلة فقط أدرك هاركر أنه سجين فعلي في القلعة كلما حقق هاركر في طبيعة حبسه زاد قلقه أدرك أن الكونت يمتلك قوى خارقة وطموحات شيطانية في إحدى الأمسيات تعرض هاركر لهجوم من قبل ثلاث مصاصات دماء جميلات وفاتنات لكن الكونت أبعدهن عنه وأخبرهن أنه يمتلك هاركر خوفا على حياته حاول هاركر الهروب من القلعة عن طريق تسلق الجدران في تلك الأثناء في إنجلترا قابلت مينا موري خطيبة هاركر صديقتها لوسي وستنرا تلقت لوسي عروض زواج من ثلاثة رجال الدكتور جون سيورد وأرثر هولموود وأمريكي يدعى كوينسي موريس وفي النهاية قبلت لوسي عرض هولموود زارت مينا صديقتها لوسي في بلدة ويتبي الساحلية تحطمت سفينة روسية على الشاطئ بالقرب من المدينة وفقد طاقمها وقتل قبطانها العلامة الوحيدة للحياة على متنها كانت وجود كلب كبير على الشاطئ والذي اختفى بعد ذلك في الريف الشحنة الوحيدة عبارة عن مجموعة من خمسين صندوقا من التراب تم شحنها من قلعة الدراكولا بعد فترة وجيزة بدأت لوسي فجأة في المشي أثناء النوم ذات ليلة وجدت مينا لوسي في مقبرة البلدة واعتقدت أنها رأت كائنا داكنا بعينين حمروين متوهجتين ينحني فوق لوسي أصبحت لوسي شاحبة ومريضة وكانت لها علامتان صغيرتان حمرواني في عنقها والتي لم يستطع أن يفسرها كل من الدكتور سيورد ومينا لعدم قدرته على الوصول إلى تشخيص مرض لوسي أرسلت دكتور سيورد لمعلمه القديم البروفيسور فان هيلسينغ عانى هاركر من الحمى وعاد للظهور في مدينة بودابست وذهبت مينا للانضمام إليه بينما وصل فان هيلسينغ إلى ويتبي وبعد فحصه الأولي للوسي أمر بملء غرفتها بالثوم وهو تعويذة تقليدية ضد مصاص الدماء لبعض الوقت بدأ أن هذا الجهد كان فعالا ضد مرض لوسي وبدأت تتعافى لكن والدتها غير مدركة لقوة الثوم أزالت عن غير قصد النباتات ذات الرائحة الكريهة من الغرفة تاركة لوسي عرضة لمزيد من الهجمات قد سيورد وفان هيلسينغ أياما عدة في محاولة إنعاش لوسي وأجري لها أربع عمليات نقل دم لكن جهودهما لم تفضي إلى شيء ذات ليلة اقتحم ذئب منزل ويستنرا فماتت والدة لوسي بنوبة قلبية جراء الصدمة بينما عضت ذئب لوسي وقتلها بعد وفاة لوسي قاد بان هيلسينغ هولموود وسيورد وكوينسي موريس إلى قبرها حاول بان هيلسينغ إقناع الرجال الآخرين بأن لوسي تحولت إلى مصاصة دماء كدراكولا وظل الرجال غير مقتنعين حتى رأوا لوسي تفترس طفلة وهو ما أقنعهم بضرورة قتلها وافقوا على اتباع طقوس قتل مصاص الدماء لضمان عودة روح لوسي إلى الراحة الأبدية وبينما كانت لوسي تنام في قبرها بعد عودتها إليه أدخل هولموود وتدا خشبيا في قلبها ثم قطع الرجال رأسها وحشوا فمها بالثوم وبعد هذا تعهدوا بالقضاء على دراكولا نفسه بعد أن تزوج الآن عاد مينا وجوناثان إلى إنجلترا وانضم إلى الآخرين ساعدت مينا فان هيلسينغ في جمع العديد من المذكرات التي كتبها هاركر والسيوارد والآخرون في محاولة لوضع خطة تقودهم إلى الكونت تعلم فان هيلسينغ وفرقته كل ما في وسعهم عن شؤون دراكولا وتعقبوا صناديق التراب التي كان يستخدمها الكونت كملاذ خلال الليل وبدأ أن جهودهم كانت تسير على ما يرام ولكن بعد ذلك سمح رينفيلد أحد المرضى النفسيين للدكتور سيوارد لدراكولا بالدخول إلى المصح حيث يقيم الآخرون مما سمح للكونت بالانقضاض على مينا بينما كانت مينا تتحول ببطء إلى مصاصة دماء عقم الرجال صناديق التراب مما أجبر دراكولا على الفرار إلى موطنه الأصلي ترانسلفينيا تبع الرجال الكونت وتفرقوا ليتتبعوه عبر البر والبحر أخذ فان هيلسينغ مينا معه وطهر الرجال قلعة دراكولا بقتل مصاصات الدماء الثلاث وإغلاق المداخل بمواد مقدسة لحق الآخرون بالكونت حين أوشك على الوصول إلى قلعته واستخدمت جوناثان وكوينسي السكاكين للقضاء عليه أتمنى أن يكون ملخص رواية دراكولا قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر